مصبار الأمل من حلم إلى حقيقة واقعية أمال كثيرة علقت عليه ومنذ أن بدأت رحلته حقق العديد من المهام العلمية التي أتهشت العالم ومنها التقاط أول صورة شاملة لظاهرة الشفق المنفصل في الغلاف الجوي للمريخ أثناء الليل باستخدام الأشعة الفوق البنفسجية كما قدم معلومات هي الأولى من نوعها حول الغلاف الجوي للكوكب الأحمر في أوقات مختلفة وأرسل صورة بركان أولمبس مونس الذي يعد أكبر بركان في المجموعة الشمسية إضافة إلى نجاحه في تسجيل ملاحظات فريدة حول العواصف الغبارية المريخية وطريقة تطورها وانتشارها في مساحات شاسعة من الكوكب ونشر مصبار الأمل حتى الآن أربع حزم من البيانات العلمية التي جمعها وذلك في إطار التزامه بمشاركة هذه البيانات وإتاحتها مجانا للمجتمع العلمي حول العالم تضمنت الحزمة الأولى من البيانات صور فريدة للمريخ تلصد ملاحظات غير مسبوقة حول سلوك غازات الغلاف الجوي للكوكب الأحمر والتفاعلات التي تحدث بينها وأظهرت الملاحظات اختلافات كبيرة وكثيرة في وفرة كل من الأكسجين الذري وأول أكسيد الكربون الحزمة الثانية كشفت عن معلومات مهمة تساعد المجتمع العلمي العالمي على استحداث نماذج علمية أكثر دقة للغلاف الجوي للمريخ اتضمنت معلومات وصور جمعتها الأجهزة العلمية التي يحملها المسبار وفي إبريل الماضي نشر المشروع الحزمة الثالثة من البيانات التي ستساعد الخبراء على توسيع فهمهم حول التغير المناخي على الكوكب الأحمر والتي تتمحور حول دراسة الرياح ومراقبة ظاهرة تشكل الغيوم وحركة العواصف والغبار الحزمة الرابعة قدمت مجموعة جديدة من الملاحظات العلمية الخاصة بالغلاف الجوي للمريخ ومن أبرزها تلك التي رصدها المقياس الطيفي بالأشعة فوق البنفسجية لشفق المريخ وجسيمات الطاقة الشمسية والأشعة الكونية المجرية من خلال تجربة أجراها عبر مراقبة ما يلتقطه الجهاز وهو مغلق وتمكنت كاميرا الاستكشاف الرقمية من التقاط صور رصدت بدقة لحركة الغبار ومراقبة السحب الجدير بالذكر أن المهمة العلمية لمشروع الإمارات لاستكشاف المريخ تركز على جمع البيانات لدراسة العلاقة بين الطبقتين العليا والسفلة من الغلاف الجوي للمريخ كما أنه سيواصل إتاحة ونشر دفعات جديدة من البيانات كل ثلاثة أشهر